يقولوا الخير ما هو في العظمة لكن العظم هو في الخير والعطاء هو قمة السعادة وفي مجتمعنا أفراد ومؤسسات يتسابقون لعمل الخير وأفضل المعروف إغاثة الملهوف وهذه هو طريقنا للمجد والعليا ما يكفي أنك تعمل الخير وبس الجميل أنك تتقن عمل الخير لأن فينا الخير والخير عادة الأكل الزايد أكيد بنجمع ونحطه في كونتينر الواحد يحاولون يتصد في أكله في شربه على حسب يعني أحيانا تكون في مطعم مثلا يزيد معاك الأكل ما في مشكلة أو أي حراج أنك تقول له لفه لو سمحت تعطيه أي أحد الأكل الزايد نصدقه المحتاجين في الوقت اللي يهدد فيه شبح المجالة بلدان كثير من العالم هناك من يهدر الطعام بلا مبالاة خبر سيء اليوم اللي يتم فيه الإعلان أنك من دون أمن غذائي ولن تنعم بعد اليوم بالاستقرار القذائي الخبر اللي ما يقل سوء أنك تكون مشارك فيه هدر الطعام لما تفتقر الأسر في العالم إلى ما يكفي من الغذاء يعني أن العالم يعيش تحدي هائل للقضاء على هذا النوع من التهديد وفي السعودية عندنا جمعيات متخصصة كثير ومبادرات متعددة تحفظ النعمة وكل هذا حتى لا يصيبنا بلاء هدر الطعام بقصد أو بدون قصد بسبب عادات مجتمعية مية وخمسة عشر كيلو جرام معدل إهدار الطعام حول العالم للفرد الواحد فما بالكم عندنا في السعودية ميتين وخمسين كيلو جرام للفرد الواحد عدد مهوني أنا نواف الزهراني معكم في برنامجكم سارعي سنتعرف من خلاله على الخدمات المجتمعية وانبادرات طوعية في المملكة العربية السعودية هذه الخطوة الأولى لحفظ تقدير النعمة من هنا يبدأ صون النعمة وتكريمها تعالوا نأخذ معلومات أكثر من المختصين ويعطونا ويفيدونا أكثر تعال معاتمها في المبام ونسقة التشغيل في جمعية الطعام شرفنا سادمها سادمها تعطيني بس فكرة عن آلية استقبال الطلبات عندكم واستقبال التصالات والله إحنا بنعتمد على شغلنا 80% كل من المطاعم والفنادق والشرار وعشرين في المئة بنعتمد على المكالمات الكونسنتر بتجينا من عشرة إلى عشرين مكالمة يوميا بس إحنا بناخد أهم شيء أنها تكون قبلها بـ 48 ساعة بناخد بالأولويات جميل وبعد كده بننسق الجدول في جدول أسبوع بينزل كل أسبوع بننسقه على حسب أولويات الاتصال الجدول هذا يجيكم من الجهات التي التعامل الجدول هذا بيرسلوا لنا الشركاء بيرسلوا لنا الشكل أسبوعي موعد المناسبات وإحنا نردته على حسب الجهات التي تتعاملون معها زي إيش؟ قاعات وفنادق ومطاعم جميل جميل طبعاً هذه تكون بترتيب معاهم أنتوا مسبقاً؟ هذه عاملين معاهم عمود شراكة جميل مسبقة حلو على أساس أنه يكون كيف ألية ترتيبها؟ على أساس أنه نحن بناخد الجدول الأسبوعي زي ما بتلك بناخد الجدول الأسبوعي كل أسبوع جميل وفي مطاعم عندنا بشكل يومي يعني إحنا بننزلها في الجدول بشكل يومي كيف ألية التعامل مع المطاعم؟ ألية المطاعم أننا إحنا بنروح للمطعم آخر الليل يعني الفائض آخر الدوام آخر الدوام على الساعة 2-2 ونص جميل بناخد فائض الأكل اللي عندهم طبعاً بعد ما يروح معهم مشرف الشباب جميل يشيك على الأكل ويشيك على الجودة بناخد الأكل الجيد من عندهم بنجيبه للمركز التعبئة بعيدوا توزيعوا برة ثانية لبنات ونودّي مراكز التعبئة نعم سمعت عن حفظ النعمة وهي نفس طريقة إطعام بسط ما قد سمعت عن جمعية حفظ النعمة؟ سمعنا عن جمعية اسمها حفظ النعمة هذه الجمعيات وجمعيات حفظ النعمة هذه أنا سمعنا عنها وشفنا منشورات رحلة أرقام لهم وكذا لكن صراحة أنا ما قد شفتهم بطريقة التغليب وده أنا ما قد شفتهم صراحة بينهم جمعية تحفظ النعمة سمعنا عنها لازم تكون في الموعد تعالوا نأخذ معلومات أكثر عن الجمعية من أستاذ عبدالله فلالي رئيس مجلس الإدارة تكالعافي أستاذ عبدالله تعرفنا أكثر عن الجمعية جمعية تحفظ النعمة وهي مضغف مكة المكرمة مهتمة بالنعم بشكل عام من أهم النعم الموجودة عندنا وركزنا عليها اللي هي الأطعمة فبنستقبل أو بنروح نأخذ فائدة الطعام من الفنادق من المناسبات من أعزائمها الكبيرة ونأخذها ونعيد توزيعها على المستفيدين وصلنا الحمد لله لأكثر من سبعة مليون وجبة الآن جمعناها السبعة مليون وجبة هذه تتوزع على كم عدد الأسر؟ والله مجموعة كبيرة لأكثر من ألف أسر عندنا قائلة بنات تم اختيارهم على وفق معايير محددة وقابلة فعلا محتاجينها وتوصل لهم لعندهم جميل جميل عمل جبار صراحة الواحد يفتخر فيه حبيباً ويعني أنا صراحة شجعتني وحمستني أني أنا أمزل حبيباً وأعيش التجربة هذه إذا تسمح لنا الله يسمع نعم سمعت عن إطعام بأنهم بيجوا وشيلوا الأكل الزايد وبيصدقوا وخلاص تطلع من ذمتك جميلة إطعام والله سمعت أشياء عنها بسيطة بس إنا عرفت عنها أني بس تتعم مساكين وأنت تساهم أنك تتعم مسكين سمعت عن جمعية إطعام وصراحة ما شاء الله الجمعيات في بلدنا موجودة بكثرة أنه يجوا من البيت عندهم سيارة وكده ويأخذوا كل الزايد ووزعوهم وطريقتهم على الناس المحتاجين طيب والآن الحمد لله توسعت فصارت في ست مدن جميل في منطقة الشرقية في الدمام المركز الرئيسي والجبال والقطيف والأحساء وتوسعت في الرياض وجدة انتشاركم هذا ما شاء الله في خلال كم تقريبا تقريبا في ثمان سنوات ما شاء الله في حول وبإذن الله في نظرة للمجلس الإدارة أنه يكون في توسع جغراف في جميع مناطق المملكة جميل ومتغطون مناطق المملكة بإذن الله ما شاء الله جزئية حدار الطعام زي ما اتفضلت أنه صارت 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 صارنا بسمعها كثير صار فأنتو إيش دوركم في النقطة هذه نعم إحنا حقيقة زي ما قلتكم أول نحفظ نحفظ الطعام نوصل للمستفيدين أيضا الآن اشتغلنا عن موضوع التوعية جميل لفترة حقيقة وصرنا ننزل للمولات للمدارس للمستشفيات مشارك في فعاليات ملتقيات ندوات نحذر الناس من عاقبة الإسراء اليوم أحدثكم عن فقر عشناه أخشى ما أخشاه أن تحدثوا أبناءكم عن نعمة عشتوها مليار وثلاثمائة مليون طن يرمى من الغذاء في العالم سنويا ثمانمائة وسبعين مليون جائع حول العالم يوميا واحد من كل ثمانية أشخاص ينام جائعا كل ليلة نسبة هذر الغذاء في السعودية ومنطقة الخليج وحدها يصل ما بين خمسين وسبعين بالمئة مقارنة بالغرب عشرة ملايين وجبة ترمى في المنطقة الوسطى لوحدها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بعد النجاح التي لاقته طعام في المنطقة الشرقية قرر الرجال أعمال وتجار إلى نقل نفس التجربة إلى منطقة الريام وليطعام عدة أهداف من ضمنها نشر ثقافة حفظ النعمة لدى المجتمع وأيضا توزيع فائض الطعام لجميع المستفيدين منه بأفضل معايير الجودة عند دخول صالة الطعام نقوم بتقييم فريق التعبئة والذي يشمل الالتزام بالزي ومعايير السلامة ثم يتم تقييم الطعام عن طريق قياس رجل الحرارة والتذوق وبعد ما نتأكد من سلامة الأكل الموجود نقوم بتعبئته في أطباق خاصة بإطعام ولا نأخذ الأكل الملموس إطلاقا الانطلاقة الفعلية لإدارة التشغيل في الإطعام في مدينة الرياضة كانت في 1.4.2014 قبل هذا الانطلاقة سبقتها هذه خطوات كثيرة منها التعاقد مع الفنادق وصالات الأفرع لأخذ زائد الطعام الموجود عندهم بعد انتهاء الحفلات والأعراس الخطوة الثانية التي قمناها التعاقد مع الجمعيات الخيرية بهدف الاستفادة من القوام الموجودة عندهم للمستفيدين بهدف توزيع هذا الطعام الزائد عليهم كما قامت الطعام بتوظيف فريقين فريق عمل رجالي وفريق عمل نسائي والتعاقد مع الشركة متخصصة لتدريبهم على آلية العمل في إطعام في البداية احنا كفريق توزيع نقوم بالتشييك على درجة حرارة الثلاجات طبعا الثلاجات الموجودة عندنا خاضع على الصيانة الدورية للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بعد ذلك نقوم بفرز الوجبات والتأكد من فترة صلاحيتها ثم يتم نقلها إلى السيارات في حال كان الوقت مبكر تتم عملية توزيع الوجبات بشكل مباشر للمستفيدين بصراحة نحن في إطعام أشعر بالسعادة لأننا بالفعل نساهم بالحفاظ على النعمة تسعى إطعام إلى توعية أفراد المجتمع وخاصة لدى النساء والأطفال وتنمية ثقافة العمل التطوعي والتحفيز عليه كإقامة المعارض والندوات والحملات التوعوية وورشات عمل في عدد من المولات والمجمعات والمدارس كما قامت العديد من الصحف والقنوات بتغطية تلك الحملات للمساهمة بنشر ثقافة حفظ النعمة ولا زالت طموحات إطعام في بدايتها لكنها تنطلق نحو هدفها بخطاً واثقة وإنجازات تبهر من حولها عبر رسالتها الحضارية لنشر ثقافة حفظ النعمة في كل زمان ومكان ولتبقى المحافظة على النعمة مسؤوليتنا جميعاً ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للمستفيد بشكل لائم جميل وبعد التغريف يتم التوزيع على الأسرة المستفيدة حلو لدينا قائمة و لدينا ذاتها طبعا عندك قائمة جاهزة نعم عندنا قائمة فيها الأسر لكل الأحياء يوجد لدينا قائمة كل حي لها قائمة معين جميل جميل ولها أسر مستفيدة بعدها تنطلق وتتوجع على الأسر نعم نستلم الفائض و نغرفهم على طول ننطلق على مكان التوزيع طيب لكل أسرة هل لها عدد معين من الوجبات هذه؟ نعم لها عدد معين كم تقريبا؟ حسب أفراد الأسرة حلو يعني يعتمد على عدد أفراد الأسرة نعم خلينا نقول أفراد الأسرة خمسة أشخاص خمسة أشخاص يتم التوزيع عليهم تقريبا أربع علب إلى ثلاثة و إذا كان العدد أكبر يزيد عدد الوجبات و إذا قل يقل عدد الوجبات جميل جميل العافية رباح الله يعافيك حبيبا أنا صراحة جدا متحمس أني حكون اليوم معاك نعم و هننزل على قولتهم الميدان نعم الآن إحنا متوجيين على وين؟ متوجيين إلى أحد الشركاء الآن جميل أحد الفنادق؟ أحد الفنادق نعم حولو طيب أباك تشرح لي أخوي رباح عن آلية أول ما تستقبل أنتم يجيكم على القروب صحيح صحيح الواتاب نعم أباك تشرح لي أول ما تستقبل الطلب من عندكم من الإدارة نعم إيش الخطوات في البداية إحنا يجينا يوميا يوميا بسماء الفنادق اللي هتكون عندنا حلو فنقتصرها كلها في الجذو الواحد جميل لذلك المناسبات اللي هي الزفرة جميل إذا كان زفاف النساء دائما عندنا فريق نسائي يذهبون قبلنا إلى الفندق حلو لو تذهب السيارة اللي هي محملة بالسفندشات حلو اللي هي الصخنات جميل وتكون متواجدة إذا كان فرح نساء جميل بعد كده خلاص يخش الفريق داخل إذا كان فريق النساء إذا كان زفاف النساء يعبون الصخنات ونقوم بتحميلها في المبردات والذهاب بها إلى مركز التابع حلو إذا كان فريق النساء أو فريق النساء فخر واعتزاز يكفيك يكفيك إنك شغال في جمعية خيرية وتشيل طعام تودين إلى أشخاص يستحقون هذا الشيء فعلا هذا الشعور ما أحد يحس بحلاته إلا الأشخاص اللي يعملون في جمعية طعام صح صحيح الواحد يعني يعني الواحد ما يطالع في منظور الراتب ما يطالع في أي شيء يعني على قد ما تتعب وقد ما يكون جهد عالي لكن المكسب الرئيسي والأدف الرئيسي اللي هو الأجر طبعا أسأل الله أن يكتب أجرك ويوفقك إن شاء الله يعني أنت قاعد تسوي عمل فعلا الواحد يفتخر فيه الحمد لله ويفتخر فيه يعني ابن بلدة قاعد يقوم بالعمل ده صحيح وحقيقة تنتفعون الراس يعني فعلا يا أخوي رباح سلمت يا أخي الحبيب وأنت اليوم إن شاء الله حتعيش التجربة معنا بالعكس أنا جدا متحمس إن حيش معاكم أنا أحط الشيء هذا أنا أحط الشيء هذا فعلا شرف كبير يعني للواحد إنه يقوم بالعمل ده الحمد لله طبعا نحن الآن في مرحلة اللي هي التعبئة نعم في عندكم شروطين الآن نعم صحيح مرحلة التعبئة نعم اللي هي يكون الواحد لابس الجلابز لابس الكمامة لابس صحيح صحيح شروط السلامة جميل ونكون لابس واحد الرأس دونتيات دونتيات هذه الاتيات نلابد منها حلو طيب ونبدأ في عمليات الغرف طيب حلو وعندنا هذه الوجبات كلها وراح نجهزها نعم طيب يلا أنا انت لو تلاحظ انه الطعام حريصة ولله الحمد انه ما تترك ولا حبة رجل فدائما احنا مع جميع الشركان يجبشين جميع الفائل جميع الفائل ولله الحمد شافك بأنائق عدت عبي الحمد لله لطيك العافي يلا الله يزاك وكير طبعا المعلومة بسيطة الأكل هذا واضح انه جدا مغيف نعم ما لمس نعم هذا شرط من شروطكم صحيح شرط من شروط الجوجة نعم 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 وعندنا بعض الأكل اللي يكون فيه فطريات يكون فيه مشاكل هذا ما نعلم لكن الله الحمد للأكل اليوم هنا الفائل كله سليم ولله الحمد طبعا انتم تشيكوا عليها قبل قبل ما تعبي طبعا 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 طيب عندي سؤال الآن انتم تقولون انكم توقعون الناس قبل ما انتم يهدفكم ان تأخذون الأكل صحيح كيف تشوف الفندق من نحة التوعية معاكم هل هم يستجيبون هل تحس انه فعلا فيه يعني تقليل في الإهدارة عندهم سؤالك وديف والله مننا دائما مع جميع الشرطة مع جميع الشرطة صلنا الآن في أحد المطاعم المتعاونة مع الجمعية معانا الأستاذ عبدالعزيز المسؤول التنفيذي أستاذ عبدالعزيز ممكن تشرح لنا آلية استقبال الطلبات وتقديمها طبعا نحن نستلم الطلبات عن طريق رقمنا الموحد خلال 24 ساعة رقم هذا الشغال نستلم الطلبات ونسجل فيها المعلومات في الفنادق والقاعات وغيره أول ما نستلم هذا الطلب يتم مباشرة الإرساله للسائق والمندوبين الجمعية ويتم استقبال الطلب ومباشرة الطلب ويذهب قبل نص ساعة للموقع يمين وبعد ذلك يتم الموقع السيارة توصل الجاهزة تماما والمندوب جاهز بكامل أغراض حفظ النعمة لترتيب الأغراض الموجودة والفائضة الموجودة بالعلب وتوزيها على المستفيدين الآن ضروري يكون الساعة موجود قبل أبنى الساعة لكي يستلم الأكل يكون حار وما يكون بارد يوصل للأكل صحيح وهذا الميزة اللي نحن نسويها نحن نستلم بكامل الجاهزية ونوزع مباشرة للمستفيدين وهو الآن الجمعية وصلت تقريبا إلى أكثر من ألف أسرة الحمد لله تقدم الجمعية خلال السنوات هذه المعظمات ما شاء الله ممكن الآن نخوف تجربة بالعكس بالعكس أنا جاهز متحميز يلا نشوف تعالجوا شكرا 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 او ناشب في اليد بعد كده نمشه تشرحيننا هنا اكثر طبعا عندنا هذه سترة اليد عندنا غطاء الرجل وعندنا الكمامة والقلفزات هذه كلها محد يقدر يدخل صالة الطعام الا لما يتبع كل الارشادات هذه يعني ممنوع ان يدخل لنا طبعا اكيد جيد جيد نحن نتبع جوداء سلامة الغزاء ويوصل الاكل طبعا هذه كلها الحفاظ طبعا على سلامة الاكل سلامة المستفيد كمان هي عندنا من الدرجة الاولى يعني فعلا الواحد ما يتخيل قديش الوضع جدا حساس اكيد طبعا طبعا هنا اطار الجن هذه كلها يقوم فيها مرضى فيكم طبعا بشكل يومي واي زائر يدخل صالة الطعام لابد انه يتبع كلنا المكان هذا ما في وصلات ابدا حساس طبعا هذا الحسن اللي هو انت الان تقدر تدخل طبعا انا جاهز انت جاهز وحتستقبل لك الاستاذة نورا داخل مشرفة البنات عندك هناك بس تلبس الكمامة والقلف وبعد انت تتجه على الاستاذة نورا الله يعطيك العافية الله يعطيك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله صحيح تكمل اجراءات السلامة هنا عندك الكمامات والقلبس الله يعطيك العافية طبعا هذه اساسية عندكم لازم اكيد ايوة لازم هايدي من الاجراء السلامة عندنا جميل طبعا معاك مشرفة التعبئة نورا عسيلي شرفنا اهلين انا اعطيك العافية ان شاء الله عندنا هنا الاصناف من الفنادق والمطاعم طبعا قبل تعبئة اي صنف من الاصناف هذي نقوم بقياس درجة الحرارة عندنا الجهاز هذا عندنا الجهاز نقوم بقياس درجة الحرارة نقوم بتسجيلها هنا في السجل بعدين نقوم بتعبئتها هنا هذه المرحلة الثانية ايوة مرحلة تعبئة الوجبات طبعا الوجبات عندنا في صحوم بلستيكية في على جودة عالية جدا طبعا انا شايف هنا الاكل مقسم عندكم ايوة طبعا صحيح عندنا هنا الوجبة لازم تكون وجبة متكاملة عبارة عن نشويات وعبارة عن بروتين ايوان جميل نقوم بتعبئتها وتغليفها كل وجبة عبارة عن 450 قرام نقوم بتعبئتها حلو وتغليفها جميل وبعدين تكيس ايضا نقوم بتعبئتها وتغليفها جميل وبعدين تكيس ايضا طبعا قبل التكيس ايوة تتكيس طبعا كل الكيس عندنا هنا عبارة عن 10 وجبات جميل عبارة عن 10 وجبات طبعا الوجبات تكون منوعة جميل الكيس هذا يشيل 10 وجبات عندنا العشرة وجبات هذه تكون سواء لحم او زي ما شفنا عندنا سمبوسة جميل نقوم بتعبئتها ووضعها في الثلاجة تدخل في الثلاجات في درجة حرارة معينة انا شايف تكسيم الثلاجات عندكم ايش فكرة هذه تكسيم الثلاجات ان كل ثلاجة تحتوي على وجبات لجهة معينة عندنا جهات توزيع خمس جهات توزيع عندنا نوزع لهم كل يوم وجبات محددة عندنا في القائمة طبعا اقدر اعرف عدد الوجبات التي تحضرونها يوميا وجباتنا يوميا عبارة عن 2000 ما فوق 2000 وجبة هذه ايام الاسبوع وايام الوكن 4000 وفوق ما شاء الله تبارك الله الله يعافيكم ان شاء الله ابغى ابغى يعني ابغى توصليلي شعور الواحد هو يشتغل بتقولين اربع الاف وجبة عمل جدا جدا شاقع الواحد ومتع كيف شعوركم انتم والله صراحة احنا سعيدين بالعمل هذا جدا الحمد لله ما نحس افتعب ابدا الحمد لله بالعكس مبسوطين وسعداء في هذا العمل الحمد لله خير يعني الواحد يشتغل ونفسيته جدا حلوة الحمد لله فوق الضذق وفوق عدد الوجبات التي تفعلها هذا ما اثر فيكم الحمد لله الحمد لله احيانا ما شاء الله تبارك الله يعني نكمل على الثلاثة الاف وجبة احيانا ما شاء الله تبارك الله وما نحس افتعب الله حقيقة ما ادريش اقولك لكن فعلا هذا عمل يعني الواحد يثني عليه وصراحة يعني الواحد يكون من جد فخور بشيء ذالي انتم تقومون فيه احنا فخورين فيكم الله يعطيكم العافي ان شاء الله على العمل هذا اللي تقدمونه الحمد لله شيء يرفع الراس واتمنى لكم التوفيق الله يعطيك العافي ان شاء الله نسلمي وشكرا جميعا وصلنا معاكم الفقرة التحدي اليوم معانا فريقين فريق الشباب وفريق الشبات اللي يعطيكم العافية طبعا هم ما قصروا جوا معنا مطوعين التحدي رح يكون عندنا فائض من الطعام رح يكون يتقسم بينكم الفريق اللي عاد بيصحون اكثر هو الفائز طبعا عشان تاخذون نقاط اكثر لازم تلتزمون بهذه اللوح عندكم التعليمات ويعني لازم تكونون ماشينا عليها بالضبط اوكي؟ ها جاهزين يا شباب؟ جاهزين أمغى حماس يلا استعدين يا شباب للتحدي؟ استعدين لكم العافية انتهينا من المرحلة الاولى وهي مرحلة شفنا عالية توزيع حفظ النعمة كيف طريقتهم المرحلة الثانية رح تكون كيف الواحد يبادر يجي اي مطعم ويقدر يسوي بنفسها صحا ويرتبها ويقدمها من الاسر بشرط انه فيه ستاندر معين فيه شروط معينة نمشي عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما شارف الوقت على الانتهاء انا عندنا ثلاثين دقيقة باقينا دقائق بس وانتهي الوقت حسيت انه فيه توتر انه سوينا كمية قليلة ما انجزنا ما تعدين لالتيم اللي قدامنا فكلمت صاحبي خلينا نشد حيلة انا نرتب اكثر نركز اكثر فكان سبحان الله نهاية الوقت كده جاء توتر كده فجأة ما ما عارفين كم سوينا لكن ابداني بي علينا طبعا انتم انتهيتوا لسه باقي لدي التغليف التغليف هو لازم يكون جداً كوي سأحاولنا تكون يكون هنا تغليف مناسب يلا عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ستوب فيكم العافية شباب ما قصرته عمل جداً جبار في النهاية بعد ما انتهينا من التقديم والتجهيز والتغليف سبحان الله احيانا العطاء له شعور جميل انك سبحان الله تجهز اشياء تتعب احيانا عشان الطرف الثاني او الشخص الثاني اخوك المسلم ينبسط وتعطيه سعادة كده تعطيه كسامة بالعمل اللي انت سويته والحمد لله ان احنا في المجتمع فينا خير طبعا نحنا صحيح انه قدمنا صحون قليلة مستوانه كان جداً سيء لكن في المقابل حسينا بشعور جداً رائع اللي هو شعور العطاء وشعور الانجاز فعشان كده انصح اي واحد لا يتردد وعلى طول يخوض هذه التجربة لانها تجربة جداً ممتعة تحسست بشعور العطاء وشعور الانجاز يعطيكم العافية كده انتهينا الان جاوبت المتاج نحسب الصحون عند الشباب ونحسب الصحون عند البناء طيب كم صحن عندهم؟ الدلمة جميل جميل طيب بس يهمنا احنا شكل الصحن وترتيبه طيب ناخد لكطة الشباب ما شاء الله عندهم العدد كبير بس الفنشينج اهم شي عندنا يعني طيب كانت الأخيرة عارفت كيف طيب ما في مشكلة يعطيكم العافية البنات كم عدد الصحون عندكم؟ 21 صحن بس يهمنا اللي هو الصحن يكون جداً مرتن طيب ناخد بس ما شاء الله طيب ما في مشكلة طيب يعطيكم العافية جميعاً الله يعطيك طبعا اليوم ما عندنا احد خسران كلكم ان شاء الله فايزين العمل هذا الله يكتبه في ميزان حسناتكم يا رب جميعاً البنات ما قصروا الشباب هم اللي فازوا طبعاً يعطيكم ألف عافية الله يعيش وين الصفقة وين التفاعل استهلون الله يزدك وصلنا لمرحلة النتيجة طبعا الفريق الأول 12 صحن والفريق الثاني 18 صحن وبروك طبعا ما في احد عندنا خسران فالأساس عندنا ان احنا كلنا اجتهدنا واشتركنا في هذا العمل أسر الله ان يجعل في ميزان حسناتكم زي ما شفنا عزائي في مجتمعنا الأفراد والمؤسسات سابقون لعمل الخير وهذا هو طريقنا للمجد والعالية ما يكفي انك تعمل الخير الجميل انك تحسن في عمل الخير لأن فينا خير والخير عادة كان معاكم نواف الزهراني برامجكم سارعي ونشوفكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة